مدبول يتفقد عددا من مشروعاته السندوق التنمية الحضرية ويؤكد أن الدولة تليه تماما كبيرا بمختلف الصناعات مصر تؤكد مواصلة جهودها لعودة المصاري التفاوضي المتوقف منذ يوليو الماضي للتوصل لوقف لإسلاق النار بقطع غزة حزب الله يستهدف قواعد عسكرية داخل إسرائيل وقوات الاحتلال تتمكن من أسر قياديا بالكوى البحرية للحزب من داخل لبنان أشدد شمساً بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت جرائج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم تفاقد رئيس مجلس الوزراء عدداً من مشروعات سندوق التنمية الحضرية ومنها مشروع إنشاء مجمع الورش الحرفية والسكن البديل بمنطقة شمال الحرفيين بدويقة بمحافظة القاهرة وخلال الجولة التفاقدية أكد رئيس الوزراء أن الدولة تتولي اهتماماً كبيراً بمختلف الصناعات خلال هذه المرحلة ويأتي تنفيذ هذه المشروعات بمنطقة شمال الحرفيين بدويقة بناء على توجهات الرئيس السيسي حيث تفقد رئيس مجلس الوزراء نموزجاً لوحدة سكنية بالمشروع للوقوف على مستوى جودة الأعمال المنفذة خاصة أعمل التشتباط الداخلية والخارجية وتنسيق العمل الموقع وكذلك كان نموزج لأحدى المحال المقصصة للورش الحرفية بالممشاة التجارية كما تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومرافقوه مشروع الوحى فيو بمدينة نصر وذلك ضمن مشروعات صندوق التنمية الحضرية وفي مستهل جولة بالمشروع أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على توفير وحدات سكنية متنوعة تلبي جميع احتياجات المواطنين وتناسب مختلف شرائح الدخل ضمن مخاططات التنمية التي وضعتها الدولة والتي تستهدف إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات بما يسهم في الارتقاء بجودة ونوعية الحياة للمواطنين يستأنف مجلس أمنا الحوار الوطني اليوم اجتماعاتهم لمناقشة التصورات النهائية لجلسات مناقشة قضية الدعم ومن المقرر أن تعقد الجلسات العامة على مدر أسبوعين لمناقشة مختلف جوانب قضية الدعم يشارك فيها مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابية والشبابية وتتضمن الجلسات محاورة رئيسية هي البيانات الرسمية حول منظومة الدعم في مصر وتحديد مستحق الدعم ومتطلباتهم أو الفئات المستهدفة ومزايا وعيوب الدعم العيني والنقضية وأليات وضمنات وصول الدعم لمستحقه قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن رفع وكالة فيتش للتصنيف الاقتمانية لمصر جي للمرة الأولى منذ عام 2019 يعد أحدث دفعة للاقتصاد المصري وجنيا لثمار الإصلاحات المالية وأرجعت وكالة فيتش التغيير إلى انخفاض المخاطر الخارجية وتعديل السياسات وتجديد الاحتياطيات الخارجية وتضفقات رأس المال الجديدة وسعر الصرف الأكثر مرونة وكانت وكالة فيتش العالمية رفعت تصنيف الاقتمانية طويل الأجل لمصر من مينس بي إلى بي من نظرة مستقبلية مستقرة هذا ورجعت فيتش رفع تصنيف مصر الاقتمانية إلى عادة عوامل منها تعزيز مراكزها المالية الخارجية لمصر بفضل الاستثمار الأجنبية برنامج إصلاح اقتصادي شاهد له العالم وخطوات حثيثة ليذب مزيد من الاستثمارات وحلول مبتكرة اتخذت الحكومة شعارا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السعي المصري محط أنظار مؤسسة التصنيف الدولية التي أقرت بالنجاح الذي يحققه برنامج الإصلاح الاقتصادي واحدة من أهم وكالات التصنيف الاعتماني وكالة فيتش ترفع التصنيف الاعتماني طويل الأجل إلى بي والأهم مع نظرة مستقبلية مستقرة تصنيف الوكالة لم يأتي من فراغ فقد أرجعت فيتش قرارها إلى عدة عوامل منها تعزيز المراكز المالية الخارجية لمصر بفضل الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة وتدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين المحلية الوكالة أكدت في تقريرها أن لديها ثقة أكبر في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستثبت أنها أكثر ديمومة من الماضي وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الاعتماني ارتفاع معدل نمول اقتصاد المصري إلى 5.3% في العام المالي المقبل مقابل 4% في العام المالي الحالي ونسبة 2.4% خلال العام المالي الماضي ويسهم رفع التصنيف الاعتماني في زيادة الإقبال على شراء السندات الدولارية المصرية في الأسواق الدولية بما يدعم التدفقات الدولارية لخزانة الدولة ومن شأن ذلك أيضا دعم ثقة المستثمرين الأجانب في مستقبل الاقتصاد بما يحسن موارد النقد الأجنبي وتسعى مصر لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري في إطار سعي الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص وتسعى مصر لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري في إطار سعي الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص حيث تم تحجيم الاستثمارات العامة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه وتطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لدفع الاستثمارات الخاصة وتسهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في زيادة فرص العمل والنمو وعندما ترتفع معدلات النشاط الاقتصادي والنمو تدريجيا من 4% إلى 7% ترتفع الانتاجية والإيرادات العامة التي يتم إعادة توظيفها مرة أخرى في دعم قطاعي الصحة والتعليم حيث تم توفير موارد بنحو 1.5 تريليون جنيه لهما في الموازنة العامة الحالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر للمجلس التنفيذي ودورة سادسة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية يأتي ذلك في إطار الحرص على المشاركة الفاعلة في كافة أنشطة المنظمة منذ تشكيلها وانطلاقا من دعم وزارة الداخلية للمنظمات الدولية الأمنية استقبلت مصر وفود الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية المشاركين في اجتماعات المجلس التنفيذي والجمعيات العامة للمنظمة انطلاقا من حرص وزارة الداخلية على دعم الجهود الدولية في المجال الأمني وتفعيل التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة بما يحقق أعلى معدلات الآداء الأمني على مدار سلاثة أيام تواصلت اجتماعات كل من الدور السابع والخمسي للمجلس التنفيذي والدور السادس والعشرين للجمعيات العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية وذلك في إطار الحرص المصري على المشاركة الفاعلة في كافة أنشطة منظمة منذ تأسيسها فمصر من أوائل الدول الأعضاء المؤسسة للمنظمة وترقصت أولى اجتماعات الجمعيات العامة لها عام 1966 في فرنسا إنه من دواعي سرنا أن تحتضن جمهورية مصر العربية فعليات اجتماعية دورتين رقم 57 للمجلس التنفيذي ورقم 26 للجمعيات العامة للمنظمة الدولية ناقشت لاجتماعات سبل تعزيز قدرات الدول الأعضاء في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني لتمكنها من أداء دورها في حماة الأرواح والممتلكات في مجال الحماية اليوم نحن نتحدث عن الزنام المدنيات العامة للمنظمة والممتلكات وممتلك الأعضاء المدنيات والممتلكات أريد أن أغلقى المنظمة الأولى في مصر شهدت تأكيداً ورغباً من المشاركين في تفعيل العلاقات الثنائية مع مصر للاستفادة من خبراتها الترقومية في مجال الحماة المدنية هذه المهم تاها هي تدعيم القدرات خاصة بالدول الأعضاء وخاصة في أثناء القيام بدورات تكويني في هذا المجال إنه ممتع جميعاً لكل المشاركين من أجل من مدنين ويشاركوا ايها المعارضة في مستقبل المدنية مدنية المتعارضة في مدنين والمقاط المتعارضة في مستقبل المتعارضة كما أنه يتعاون بين كاتر والمسكو الأربياء مثلاً لأخوية بحثة ومقاط ومنها يتمنى أن يكون لكما يدعين لكما يتحدثون الوزن مع مدنين ومدنين يتعاون انه أثناء القدرات في مدنين ومدنين إشادة كبيرة من الوفود المشاركة بضقة تنظيم وحسن الاستقبال وكذا بالإسامات المصرية في المنظمة الدولية للحماية المدنية وبالقدرات التدريبية التي تتمتع بها مصر وتستفيد منها المنظمة في عقد دورات تدريبية لكوادر الحماية المدنية بالدول الأعضاء في المعاهد التدريبية المصرية الضيافة الكريمة لجمهورية مصر العربية وما لقناها من ترحاب والحقيقة كرم الضيافة ما هم استغرب من الأخوة في مصر تم قبول عضوية دولة فلسطين في المجلس التنفيذي وهذا بطبيعة الحال سوف يعزز من مكانة دولة فلسطين في المحافظة الدولية أود أن أشكر جمهورية مصر العربية على استضافتها الدورة 57 للمجلس التنفيذي والدورة 26 جمعية عامة لمنظمة الدولية الحماية المدنية وهذا منذ وصولنا على حفاوة الاستقبال نشكر جمهورية مصر العربية في تنظيم هذه الدورة ونشكرهم على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة عقد اجتماعات المجلس التنفيذي والجمعيات العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية في مصر يعكس ثقة المنظمة الدولية وأعضائها في المنظومة الأمنية المصرية ذات العراق والجاهزية والاحترافية في كافة مجالات العمل الأمني وتأكيداً على المشاركة المصرية الفاعلة في كافة أنشطة المنظمة منذ تأسيسها اجتماعات المجلس التنفيذي والجمعيات العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية هو تأكيد على الحرص المصري على المشاركة في كافة أنشطة المنظمة وتأكيد على العراقة واحترافية أجهزة الأمن المصري في مجال الحماية المدنية وحماية الأرواح والممتلكات وتأتي هذه الاجتماعات في إطار تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية عبدالله بركات التلفزيون المصري أفاد مصدر مسؤول أن مصر تواصل جهودها مع الفلسطينيين والإسرائيليين لتواصل لتهدئة بغزاوة سمح بإدخال المساعدة مشيرا إلى أن القاهرة تبدل جهود مكثفة لعودة المشاري التفاوضي المتوقف منذ يوليو الماضي أكد المصدر أن الجهود المصرية تحضر بدعم دولي للتواصل لوقف إطلاق نار بغزاة رغم عدم رغبة أحد الطرفين التجاوبة مع تلك الجهود مشيرا إلى أن اتصالات مصر المكثفة تأتي لحث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للتواصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وأكد المصدر المسؤول أن لقاء فتح وحمس في القاهرة سعى لتحقيق الوحدة الفلسطينية وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزا مشيرا إلى أن الحركتين أظهرت المرونة والإيجابية تجاه إنشاء لجنة للإسناد المجتمعي لإدارة شؤون القطاع وأوضح المصدر أن لجنة الإسناد المجتمعي تتبع سلطة الفلسطينية وتتضمن شخصيات مستقلة كما أكد المصدر أن فتح وحمس لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل لجنة الإسناد المجتمعية منوها إلى أن لجنة الإسناد تصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتتحمل إدارة قطاع غزا أجرى وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعطي اتصالا مع وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة عبدالله اليحياء تبادل الوزير عبدالعطي رؤى مع نظيره الكويتي حول مستجدات العضوان الإسرائيلي على قطاع غزا مستعرضا الجهود المصرية لتوصل لوقف فوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية كما استعرض وزير الخارجية جهود مصر لتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان مؤكدا ضرورة العمل على تخفيف حدة التوتر المتصاعد في المنطقة أكد مدير مكتب برنامج الأغذية العالمية في برلين مارتن فريك أن البرنامج لا يمكن أن يحل محل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في قطاع غزا أوضح فريك أن الأونروا تطلع بمهام أساسية لا يستطيع البرنامج وتنفيذها كإدارة ملاجئ الطوارئ والمدارس والمراكز الصحية وأشعر فريك أن الأونروا تعتبر العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في غزا حيث تقدم الغذاء والحماية والرعاية الطبية للسكان الذين يعانون من ظروف غير إنسانية وأكدها أن الأوضاع الإنسانية في غزا تتطلب استجابة شاملة مشددا على أن حضر الأونروا سيؤدي إلى حرمان الأهالي من آخر مواردهم في ظل الأزمة المتفاقمة في قطاع غزا منذ أكتوبر 2023 معالاة في كل تفاصيل الحياة هكذا يعيش الفلسطينيون في قطاع غزا مأساة يومية لا تنتهي منذ بدء العدوان في أكتوبر 2023 ونتيجة لتردي الأوضاع الصحية وانعدام الغداء وأسس النظافة عاد مرض شلل الأطفال لتفشي مرة أخرى ووسط ظروف بالغة الصعوبة يحاول المسؤولون عن الصحة بالقطاع تطعيم الأطفال رغم القصف المستمر من قبل قوات الاحتلال كان لازم تنعمل أصلا لكل أطفال قطاع غزة بنفس الوقت لكن بسبب العملية طبعا أنه احنا بنعمل بس منطقة غزة كمدينة غزة وتم تأجيل اللي هو منطقة الشمال طبعا هذا يؤثر جدا على التطعيمات وعلى نوعية التطعيم وعلى كفاءة التطعيم يعني لو كان احنا بنحكى عن نسبة 90 أو 95% نجاح اليوم نحكى عن أقل من 70% نجاح بسبب أنه منطقة الشمال غير مشمولة وأنا ضلتني هان في شمال غزة أنا وأطفالي وجيت هان اطعم اطفالي تطعيم شلل الاطفال كان المفروض ياخدوه قبل شهر بسبب العدوان والحصار اللي في شمال غزة اخر شهر ونأمل ان شاء الله انه يكون يحمي الاطفال من شلل الاطفال قال سفير اليابان لدى دولة فلسطين نيو نيتشي نكاشيما ان اليابان تدرس امكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية من اجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة اضف نكاشيما ان المجتمع الدولي مقتنع انه لا حلاس بوجود دولتين فلسطينية واسرائيلية مشيرا الى الازديادة الملحوظة بعدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين ما سهم في وجود رغبة اكبر لدى دول العالم في تحقيق مبدأ حل الدولتين انا اعتقد هناك دافية لي ممكن رغبة هناك هماية جدوى حل الدولتين في ذل حاد الزروف وكزارك تصروات اسلاحية يعني كثير منها خادية جانب يعني تمس امكانية حدوث مثل هذا الى اقامة دولة فلسطينية لذلك وراكن يعني في هاي الاترافة يعني دولة دولة ما هذا تخص بسيادة قرار سيادة لكل الدول حاليا اليابان لم تعترف بعد بها وراكن نحن ننظر الى هاده المصالة من جوانب مقترفة بما فيها يعني حل هذا من كيفية ممكن تصاهم ومساهمة في يعني حل الدولتين نعم تحقيق السلام او يعني طريقة الى حل الدولتين اهلا بكم من جديد ما زالت قوات الاحتلال تعرق لدخول المساعدات الانسانية والاغاثية للاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة حيث تتكدس الشاحنات عبر معبر رفح دون دهولها من جانب قوات الاحتلال ومنعت قوات الاحتلال دخول اربع شاحنات للوقود واربع شاحنات للمستلزمات الطبية المزيد يطلعن عليه من العريش الزميل احمد ممدوح تحياتي لكم ولكل السادة المشاهدين من مدينة العريش ننقل لكم الصورة الكاملة بالنسبة لموقف المساعدات الانسانية والاغاثية الى الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة حيث ما زالت قوات الاحتلال تعرق لدخول المساعدات الانسانية والاغاثية الى الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة حيث تتكدس العشرات من الشاحنات يوما بعد يوم بمعبر رفح دون دخولها من جانب قوات الاحتلال في الوقت الذي تتزايد في معاناة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وحاجتهم الضرورية لمختلف هذه المساعدات سواء كانت مساعدات غذائية أو مستلزمات طبية أو غيرها من المساعدات اللوجستية اليوم وأمس كان هناك إغلاق كامل من خلال معبر قرم أبو سالم والذي تتسلم فيه الأمم المتحدة هذه المساعدات وتوصلها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة حيث منعت دخول هذه المساعدات اليوم وأمس وتم أيضا أول أمس تم دخول لأربعة وثمانين شاحنة تم تفريغ منها ثلاثين شاحنة بينما تم رفض دخول أيضا أربع شاحنات للوقود وأربع شاحنات للمستلزمات الطبية فهم يمنعون دخول هذه المستلزمات الطبية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بهدف الضغط على الجانب الفلسطيني وأيضا زيادة معاناتهم وأيضا الوصول بهم إلى المجاعة في ظل تدهور الأوضاع هناك جهود مصرية نتحدث عنها لدعم هذه المساعدات من خلال معبر رفح حيث تتحرك أعداد كبيرة من الشاحنات المصرية إلى معبر رفح لموصلها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والذي لم يغلق أبوابه منذ اللحظة الأولى خاصة في الأعياد والمناسبات الرسمية ما زال معبر رفح يعمل لإدخال هذه المساعدات ولكن قوات الاحتلال تمنع دخول هذه المساعدات لم تتوقف الجهود المصرية فقط على دعم هذه المساعدات بل السعي إلى الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف إطلاق النار وأحياء مصار المفاوضات مرة أخرى وأيضا استضافة جمع أطراب المزاع على الأراضي المصرية هذه هي الصورة الكاملة من داخل مدينة العريش وعودة مرة أخرى إلى زملائي في الاستوديو أعلن حزب الله استهداف قاعدة زوفلون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا برشقة صاروخية نوعية وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية أن الحزب شن هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة بالمخيم الجوية والتي تحتوي على مركز أبحاث عسكري ورادار لمنظومة حيتس جنوبة الأبيب وأصابت أهدافها بدقة وكان الحزب قد أعلن في وقت سابق استهداف قاعدة جليلوت تتابع للاستخبارات العسكرية قرب تل أبيب في وسط إسرائيل وفي المقابل أعلنت شرطة الاحتلال أن 19 شخصا أصيبوا في منطقة شارون بوسط إسرائيل وجرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج بعد إطلاق ثلاثة صواريخ من لبنان في وقت مبكر صباح اليوم بينما أفدت قوات الاحتلال أن صافرات الإذار دوت في عدد من المناطق في وسط إسرائيل بعد إطلاق الصواريخ وأنه تم اعتراض بعضها نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي قوله إن البحرية الإسرائيلية أثرت أمس عضوا كبيرا في القوى البحرية لجماعة حزب الله اللبنانية يوضع عماد أمهز في عملية بشمال لبنان وإتي هذا بعد أن أعلنت وكالة أنباء رايترز نقلا عن مصدر أمني أن ما يشتبه أنها قوة بحرية إسرائيلية نزلت في بلدة البترون الساحلية بشمال لبنان في ساعة مبكرة وأوضحت مصدر صحفية لبنانية أن قوة قوامها أكثر من 25 جنديا من البحار والغواصين نفذت إنزالا بحريا على شاطئ البترون وانتقلت بكامل أسلحتها وعتادها إلى مبنى قريب من الشاطئ حيث اختطفت شخصا قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برية قال إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيمين ناتنياهو رفض خارطة الطريق اللبنانية التي تم التوافق عليها مع المبعوث الأمريكي إلى لبنان أموس هاكستن هذا قد ندد قائد قوة اليونيفيل الموجودة في لبنان بالانتحكات الإسرائيلية مشددا على عدم المساس بالمهام وقواعد العمل الخاصة بها بعد جولات الوسطة الأخيرة يبدو أن جميع الآمال تتلاشى في التوصل إلى اتفاق يفضي لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وأن الرهان الحالي سيعتمد بشكل أو بآخر على الانتخابات الأمريكية تعنت الجانب الإسرائيلي واختياره المضي قدما في توسيع الصراع في المنطقة ومواصلة الهجمات على البلدات الجنوبية اللبنانية امتدادا إلى الضاحية الجنوبية لبيروت للضغط على الحكومة اللبنانية وحزب الله للتسليم بشروطه يؤكد أن الحكم المؤكد والكلمة الفصل ستبقى للميدان الأمر الذي أدركه الجانب اللبناني مع مغادرة الوفد الرئاسي الأمريكي تل أبيب واخفق المبادرة الأمريكية الأخيرة لوقف النار في لبنان وظهر ذلك جليا خلال تصريحات رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بر الذي أكد خلالها أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين تانياهو رفض خارطة الطريق اللبنانية التي تم التوافق عليها مع المبعوث الأمريكي إلى لبنان أموساكوستين بر رأى أن الحراك السياسي لحل الأزمة تم ترحله إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية ورفض وضع توقعات لمصاري الأزمة مبديا تخوفه من تحويل لبنان إلى غزة ثانية الانتهاكات الإسرائيلية رفضتها قوة اليونيفيل الموجودة في لبنان وشدد قائدها خلال لقائه برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على ضرورة عدم المساس بالمهام وقواعد العمل الخاصة بها يتزامن ذلك مع تمسك لبنان بتحقيق الانسحاب المتوازن تحت إشراف يونيفيل وعدم الموافقة على ما يقترحه نتانياه من تعديلات على قرار مجلس الأمن رقب 1701 بهدف إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان عام 2006 وعلى الصعيد الميداني جددت إسرائيل عدوانها على المناطق اللبنانية مهددة بشكل متكرر سكان مدن وكرة بأكملها بالاستهداف المباشر وجميعها مؤشرات تؤكد رفضة لأبيب كل المساعي التي تبذل لوقف إطلاق النار قال قائد قوات حفظ السلام تابع للأمم المتحدة اليونيفيل جون بير لكروع إن قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان عزمة على البقاء وشدد قائد اليونيفيل على أهمية استمرار القوة الأممية في أداء مهامها مشيرا إلى أن رحيل قوة حفظ السلام سيعني على الأرجح سيطرة أحد الطرفين المتحاربين على منشآت الأمم المتحدة لقد حان الوقت لوقف إطلاق النار في لبنان هذا واضح تماما ونعم هناك جهود دبلوماسية لتحقيق هذا الهدف لست متأكدا من أننا وصلنا إلى هذه النقطة بعد بالنظر إلى التصريحات الأخيرة الصادرة عن مختلف الأطراف لكن تلك الجهود مهمة جدا نحن ندعمهم إن جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل باقون وهم صامدون على الخط وهم مصممون على مواصلة القيام بما تم تكليفهم به الأمر المهم للغاية هو أن قوات حفظ السلام اليونيفيل تحظى بدعم صاحب من الدول الأعضاء أسادت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري ونتابع فيها قبيل أيام من الانتخابات الأمريكية ترامب وهارسي وصلان متأرجحة نجدد التحية أعلنت الجماعة المسلحة في العراق مسؤوليتها عن أربع هجمات بمسيرات على إيلات في إسرائيل وأفد بيان للجماعة المسلحة أنها هاجمت بالمسيرات أربعة أهداف حيوية في مدينة إيلات السحلية في جنوب إسرائيل بأربع عمليات منفصلة وكانت القوات الإسرائيلية قد أفادت أنها اعترضت ثلاثة مسيرات فوق البحر الأحمر اختربت من إسرائيل من جهة الشرق أضف الجيش الإسرائيلي أنه تم تدمير طائرات المسيرة قبل دخولها لإسرائيل أعلنت الولايات المتحدة أنها ستنشر قاذفات بي 52 وطائرات مقاتلة وطائرات للتزاود بالوقود بالإضافة إلى مدمرات بحرية في شرق الأوسط وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكي البنتاجون أن عملية النشر ستتم في الأشهر المقبلة وقال المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر قال أنه إذا استغلت إيران هذه اللحظة لاستهداف أفراد أو مصالح عسكرية في المنطقة فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة to discuss the reports on the killing of Senwar and to get an update I would highlight that when the call occurred, the IDF was still working to confirm Senwar's death During the call, Secretary Austin also reaffirmed U.S. موسيقى يترقب العالم الأوساط السياسية الدولية ما ستسفر عنه الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الخامس من شهر نوفمبر الجاري وبسبب التقارب بين المرشحين الرئيسيين ترامب وهاريس يركز كل منهم الآن على الولايات المتأرجحة حيث يمضي المرشحان معظم الأيام الأخيرة في استمالة الناخبين في هذه الولايات الطريق إلى البيت الأبيض يمر بولايات عدة من أهمها ويسكونسون إحدى الولايات المتأرجحة والتي استضافت تجمعين انتخابيين الجمهوري ترامب والديمقراطية هاريس في مقاطعة ميلوكي المقاطعة تعد موطنا لأغلبية أصوات الديمقراطيين لكن ضواحيها المحافظة يعيش فيها معظم الجمهوريين وهي منطقة حاسمة بالنسبة لترامب الذي يحاول استعادة الولايات التي فاز بها بفارق ضئيل في عام 2016 وأخسرها في عام 2020 ويسكونسين إلى جانب ميتشيجين ومن سلفانيا تشكل ما يطلق عليه الديمقراطيون الجدار الأزرق استعتبر معاقلة تاريخية للحزب الديمقراطية وفي حديثها ركزت هاريس على قضايا الشارع الأمريكي من توفير السكن وخفض أسعار السلع والاستثمار في الشركات الصغيرة ترامب وهاريس تحدث عن ملف الشرق الأوسط في مغازلة للصوت العربية حيث أكدت هاريس التزامها بحل الدولتين ووقف إطلاق النار أما ترامب فقال إنه في محادثته الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد على تحقيق السلام في الشرق الأوسط حال فوزه استطلاعات الرأي التي أجريت في الأيام الأخيرة تشير إلى أن التصويت المبكر يسجل أرقام قياسية هذا العام وفيما يتوقع أن يتجاوز عدد الذين أدلوا بأصواتهم ستين مليون شخص أظهرت لاستطلاعات تقدم هاريس بنسبة كبيرة بين الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بالفعل على الرغم من ارتفاع عدد الجمهوريين الذين صوتوا مبكرا وتشير تلك الأرقام إلى أن هاريس تدخل يوم الانتخابات في الخامس من نوفمبر بفارق كبير ومع اقتراب السباق المحموم من نهايته تتوصل الاستعدادات لتأمينه خاصة بعد الإشارة إلى معلومات ومخاوف من احتمال اندلاع أعمال عنف ذات صلة بانتخابات 2024 وقال حاكم ولاية واشنطن أنه يجهز بعض أفراد الحرس الوطنية ليكونوا على أهبة الاستعداد للتدخل وتعد الولاية وأحدة من اثنتين شهدت إضراما للنيران في سنعديق الاقتراع الأسبوع الماضي بمدينة فانكوفر وحول تواصل حملات مرشحي رأسة الأمريكية معي على الهواء مباشرة مفد التلفزيون المصري من نيورك مصطفى مزار مصطفى صف لنا الأجواء لديك وما يدور في الأوساط الإعلامية انتظارا للانتخابات الأمريكية وانطلاق سباقها في الخامس من نوفمبر إيمان منصور تحياتي إليك وتحياتي إليك دينة فكري وكل مشاهدة تلفزيون المصرية الأنظار على مستوى العالم تتاجه إلى متابعة هذه الانتخابات الانتخابات الأبرز على مستوى العالم والتي يتبعها العالم عن كسب وما ستسفر عنه وما ستسفر هذه الانتخابات عن من سيتسيد وسيجلس على كرسي البيت الأبيض في واشنطن ليكون هناك قضايا ملحة يتم مناقشتها العالم كله يترقى بهذه الانتخابات إيمان منصور في ظل ما يشاهد العالم من تحديات ومن حروب ومن صراعات تفرد نفسها في الوقت الراهن لكن بنظرة سريعة إيمان لو تحدثنا عن الوضع في الداخل الأمريكي الاتهامات متبادلة بين الطرفين بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري كل الطرفين يتبادلان الاتهامات بصورة علنية وواضحة وأمام الجمهور وأمام الناخبين خاصة بعد أن أنضينا أكثر من ثلاثة أيام فيما يعرف بتصويت المبكر وهناك وليات بالفعل قد أدل مواطنيها بنسبة 51% على سبيل المثال في جورجية والتي يعني أدل الناخبون فيها بما يقرب من ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف ناخب بأسوط بنسبة تفوق 51% من إجمال من لهم حق التصويت داخل هذه الولاية القضايا الملحة والمطروحة إيمان على النقاش ما بين الفريقين قضية الإجهاد وقضية النوع تحديد النوع هذه القضايا قضايا حقيقية تناقش بصورة واضحة وبصورة صحيحة الطرفان يدعوان كل منهما إلى تبني وجهة نظر مغايرة عن الآخر لكن بالأمس القريب تحدثت هارس عن جزء محدد وغاية في الأهمية وقالت إنه يجب أن نطوي هذه الطفحة طفحة دونالد ترامب ونحافظ على الولايات المتحدة الأمريكية هو الآخر تحدث بدوره وقال إن أمريكا يجب أن تنقذ من الانهيار الاقتصادي وإذا كنت في هذه الانتخابات سوف أحافظ على الولايات المتحدة الأمريكية وأعمل جاهدا على وقف الحروب في الشرق الأوسط وفي العالم أجمع لكن لافت في النظر المحكمة الدستورية العليا إيمان في الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت أمر بالأمس متعلق بتنقية كشوف الناخبين من بعض الناخبين مع العلم أن هناك خانون في الدستور الأمريكية نص على أن هذه الكشوف يجب أن تنقى قبل 90 يوم من الانتخابات في 86 مقاطعة بالتحديد كان هناك فارق كبير في هذه المقاطعات وقالت المحكمة الدستورية والتي يدلئت بدلويها في هذا الموضوع قالت أنه يجب أن تنقية الكشوف لكن في هذا الوقت ربما يكون الظروف غير مواتية في الوقت الحالي الولايات المتحدة الأمريكية أو ما يعرف بالجدار العازل الولايات المتأرجحة وهي سبع ولايات ربما تكون الفاصلة في هذه الانتخابات وربما تحاول هذه الولايات أن تستقطب كثير ومجموعة كبيرة من الناخبين لكن هذه الولايات قادرة على إنجاح ممثل لها وإدخاله على كرسي البيت الأبيض العالم ينتظر إيمان الشرق الأوسط والجليات الإسلامية داخل الولايات المتحدة الأمريكية الأمس يوم الجمعة كانت بعض المساجد وطقينا ببعض الجاليات الإسلامية والمسلمين في نيويورك تحديدا تحدثوا عن أن من يمكنه أن يلبي رغبات وطلبات المسلمين والجالية الإسلامية داخل الولايات المتحدة الأمريكية سيكون له صوت قريب وهناك ولايات بالفعل هي قريبة في التصويت إلى ترامب علما بأنه هناك إنجاز التعبير هناك مغازلة للجالية الإسلامية والجالية العربية داخل الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا أن الكل يغازل في هذا التوقيت بالتحديد قبل ثلاثة أيام على إجراء الانتخابات في الخامس من الشهر الجاري ثلاثة أيام تفصلنا عن هذه الانتخابات والعالم ينتظر ويترقب هذه الانتخابات وما ستسفر عنه تلك الانتخابات من سيحكم البيت الأبيض الجمهوري أو الديمقراطي القضايا ملحة والقضايا كثيرة والقضايا لكن ما يهمنا في الشرع العربية والإسلامية من يلبي طلبات العرب ومن يحب العرب ويوقف دماء المسلمين والعرب والجاليات الإسلامية ومن يوقف الحروب سواء في غزة أو في لبنان أو في محيطنا في الشرق الأوسط مما لا شك في أن هذه الانتخابات تأتي في وقت يتصارع فيه العالم وهناك حروب كثيرة يعني ربما يكون هناك وقت لهذه الحروب وربما أيضا ستكون هذه الانتخابات فاطلة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية إيمان أشكرك جزيلا على نقل الصورة مصطفى ميزار كنت معنا على الهواء مباشرة من نيويورك نفت بوسكو أن تكون وراء فيديوهات مزيفة مرتبطة بالانتخابات الأمريكية بعدما اتهمت الاستخبارات والأمريكية روسيا ببث فيديو مزيف يظهر مهاجرا من حيتي يعلن بأنه صوت مرات عدة هذا وذكرت ثلاث وكالات استخبارات أمريكية في بيانا مشترك بأن أطرافا روسية مؤثرة قامت باختلاق الفيديو كجزء من مساعي موسكو الأوسع لإطارة الأسئلة التي لا أساس لها عن نزاهة الانتخابات الأمريكية كما أشار البيان إلى أن أطرافا روسية تقف وراء تسجيل مصور زائف آخر الآن وقت مع أخر أخبار المالي والأعمال تقدم لنا أهم وأبرز أخبار الاقتصاد فاتيما خليل فضل شكرا إيمان منصور شكرا دينا فكري وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن رفع وكالة فيتش للتصنيف الاعتماني تصنيف مصر الاعتماني للمرة الأولى منذ عام 2019 يعد أحدث دفعة لاقتصاد المصري وجنبا وجنيا لثمار الإصلاحات المالية وأرجعت وكالة فيتش التغيير إلى انخفاض المخاطر الخارجية وتعديل السياسات وتجديد الاحتياطات الخارجية وتضفقات رأس المال الجديدة وسعر الصرف الأكثر مرونة جدد ممثلون منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية التزامهم بدعم رؤية الحكومة المصرية وتوجهتها نحو تعزيز التنمية الاقتصادية وترسيخ دعائم استقرار لاقتصاد الكلية جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته وزيرة تخطيط وتنمية الاقتصادية وتعاون الدولي رانيا المشاطة مع المنصق المقيمة لمكتب الأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا وممثلين نحو 20 شركة ووكالة ومنظمة أممية بالإضافة إلى ممثلي البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية حيث مشاهد اللقاء استعراضا لإطار التنمية الاقتصادية وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثمارية ومناقشة الأولويات المستقبلية لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية أعلن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر باسل رحمي عن إطلاق الجهاز برنامجا تموليا جديدا بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو يضف إلى دعم شركات العاملة في مجال التاقة الشمسية في مصر أشار رحمي إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار حرص الجهاز على تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزيز دور القطع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير هذه المنتجات بأسعار تنافسية لكافة المشروعات الزراعية والصناعية والإنتاجية التي يمكن أن تستفيد من الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي لتكون صديقة للبيئة وفي نفس الوقت تساهم في التقليل من الانبعاثات الحرارية بحث وزير الكهرباء وتاقة المتجددة محمود عسماط مع جيم ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر والوفد المرافق له توطين صناعة المهمات ووسائل اتصال والتكامل بين العددات لحساب التاقة وكشف التلاعب في معدلات الاستهلاك أوضحت وزارة الكهرباء في بيان لها أن وزير الكهرباء وتاقة بحث أيضا مع مسؤولي الشركة تدعيم التعاون القائم في تكنولوجيا المعلومات لشبكة الكهرباء لحساب الفقد وموصلة العمل على بناء شبكة ذكية ومرنة وآمنة لتحقيق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية قام وزير قطاع الأعمال العام محمد الشيمي بزيارة لشركة الدلتا للأسمدة وصناعات الكيموية التابعة للشركة القابدة للصناعات الكيموية والواقع بمدينة طلخة بمحافظة الدقهلية عقد الوزير ومحافظة الدقهلية تارق مرزوق لقاءا مع عدد من أعضاء مجلسين نواب الشيوخ بالمحافظة حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات ورؤى بجاني شركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ومشروعتها وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن شركة الدلتا للأسمدة تعد من الصروح الصناعية التابعة لقطاع الأعمال العام وأن الوزارة حريصة على إحياء وتحديث الشركة في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد تقارير أفادت بأن إيران تستعد لشن ضربات للرد على إسرائيل خلال الأيام المقبلة لكن الإنتاج الأمريكي القياسي أثر على الأسعار صعدت العقود الأجلة لخام برينت بنسبة 4 من 10% لتبلغ نحو 73 دولار و 10 سنتات للبرميل زادت العقود الأجلة لخام غرب تكسس الوسيطة الأمريكية 3 من 10% إلى 69 دولار و 49 سنت للبرميل ترجعت أسعار المزوت عالمية بنسبة 41 من 100% لتصل إلى دولارين و 22 سنت للتر في المقابل ترجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 61 من 100% لتسجل نحو دولارين و 66 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أعلنت وزارة النفط العراقية خفض انتاجها النفطي إلى 3 ملايين و 300 ألف برميل يوميا تماشيا مع التزامها بتقفيد الانتاج ضمن تحالف أوبي بلوس أضافت الوزارة أن الخفض سيستمر خلال الأشهر المقبلة لضمان بقاء الانتاج ضمن الحدود المتفق عليها وتعويض الفائد المنتج في الأشهر الماضية مشيرة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز التوازن والاستقرار في أسواق النفط العالمية سجل معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفاعا أكثر من المتوقع في أكتوبر الماضي ليصل إلى 2% على الأساس سنوية وفقا للأرقام الصدرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي يورستات وبحسب يورستات يعد هذا الارتفاع انتعاشا بعد تسجيل 1.7% في سبتمبر لكن هذا أتسارع وحدث بعد شهرين من التباطئ وبالتالي ظل تضخم أسعار المستهلك عند هدف 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي وشاهدين نهاية هذه الجولة الاقتصادية عودة مرة أخرى لإيمان ودينا شكرا لك فاطيمة خليل شاهدين وصلنا إلى ختم النشرة هذه عنوين الأخبار مدبولي يتفقد عددا من مشروعات صندوق التنمية الحضرية ويؤكد أن الدولة تتوله تماما كبيرا بمختلف الصناعات مصر تؤكد مواصلة جهودها لعودة المسار التفاوضي المتوقف منذ يوليو الماضي للتوصل لوقف لإطلاق النار بقطع غزة حزب الله يستهدف قواعد عسكرية داخل إسرائيل وقوات الاحتلال تتمكن من أسر قيادي بالقوات البحرية للحزب من داخل لبنان وصلنا معكم إلى ختام نشرة السادسة من التلفزيون المصرية إلى اللقاء اشتركوا في القناة